تشمل عملية تكوين البول ثلاث خطوات رئيسية متتابعة، وهي الترشيح، إعادة الامتصاص، الإفراز الأنبوبي. أولاً الترشيح، فلتريشن، وفيها يدفع ضغط الدم الماء والأملاح والغولوكوز والأحماض الأمينية داخل محفظة بوماً، ولكن لا تستطيع خلايا الدم والبروتينات أن تعبر نظراً لكبر حجمها وتبقى في الدم، وبفضل قوة ضغط الدم تدخل هذه المكونات إلى الترشح خلال جدر الشعيرات والجدار الداخلي الرقيق لمحفظة بوماً، الذي يلاسقه تماماً. ثم تمر من تجويف جدر المحفظة المزدوج إلى الأنبوب البولي ليتم تحديد ما يجب طرده في البول وما ينبغي الحفاظ عليه ورده مرة أخرى إلى الشعيرات الدموية المحيطة بالأنبوب البولي. ثانياً، إعادة الامتصاص، والذي يحدث معظمها في الطرف القريب للأنبوب البولي في الأنيبيبة الملتفة القريبة، حيث يعاد امتصاص معظم الماء والمواد الغذائية، مثل الجولوكوز، الأحماض الأمينية، معظم الماء والصوديوم، وتعيده إلى الدم. ثالثاً، الإفراز الأنيبيبي، سيكريشن تيوبلر، ويحدث في الأنيبيبة الملتفة البعيدة. فبالإضافة إلى عملية الامتصاص، تقوم خلايا الأنبوب البولي بعملية مضادة، وهي سحب بعض المواد من الدم وإفرازها في البول. وأهم هذه المواد، اليوريا، ومواد بعض الأدوية، مثل البنسلين والأسبرين. وأثناء مرور البول خلال الأنبيب الجامعة، يعاد امتصاص الماء ليكون البول أكثر تركزاً. أما عن تنظيم طرح الماء في البول، فاتم عن طريق هرمون مانع التبول ADH المصنع في الدماغ، والذي يعمل من خلال تأثيره على نيفرونات الكولية.